موسيقى مساء الخير وخليني الفيديو ده أتكلم عن أفشات فيلم Venom Let There Be Carnage لأفلام الكوميك بوكس عموما و Venom بالتحديد أنا بجد أن فيه مجال واسع جدا للتغذية البصرية من أغلفة المجلات اللي ظهر عليها Venom فالعملية مش بالصعوبة اللي ممكن توجهك في أي فيلم تاني أول أفيش نزل كان الأفيش ده عجبني جدا الفكرة من التكوين الأفيش عبارة عن بق متوحش مفتوح مبين إيه بقى؟ مبين وحش برضه فلك أنت تخيل الأفيش ده مطبوعه متعلق على وجهة سينما فعلا فيه بق مفتوح في الحيطة فأفيش جاذب جدا جدا للانتباه ويشدك كده وسط الأفيشات فيه بس مشكلة صغيرة في التنفيذ إن المفروض بق كارنيج من جوه ضلمة فأنت مش هتشوف السنان منورة بالشكل ده في المجمل عجبتني الفكرة يعني تحسها معرفش ليه فكرتني بغلاف العدد الخامس تقريبا أو مش فكرة العدد الكام من الواقع السلسلة بتاعت مارفل بيوند تحسوا بس وقع الكادر بيعت شوية من بق كارنيج خصوصا بعد أفيشات الجزء الأول اللي كان فيهم ده اللي هو فكرة نمطية جدا بتاعة نص الوش وغير إنها اتعاملت في أفلام بالهابة قبل كده اتعاملت في كوميكس في أغلفها بأكتر من شكل والأفيش ده واللي بعتبره واحد من أسوأ الأفيشات اللي اتعاملت وقتها ملغبط متفهمش عايز يقول إيه فيه كوارس تنفيذية وتكلمت عن قد إيه هو نمطي في فيديوهات أفيشات شانجدشي والأفيش ده للجزء الأول اللي هو برضو محكاة لواحد من أغلفة الكوميكس بينزل الأفيش ده جاذب جدا للعين وفيه ديناميكية وحركة عالية والسنبيوت لحمر بتاع كارنيج على قد ما هو موجود يعني عشان بس يقولك إنه ماسك بيه فينم على قد ما عمل شبه برواز كده حط الاهتمام على فينم ممكن أتكلم شوية عن التقفيل فيه كان ممكن يتحط أكتر من إفكت وتكستشار تزود جرعة الحركة في الأفيش كمان مفيش إحساس بالبعيد والقريب من أجزاء كارنيج عن طريق الليفلز فمثلا كنت هغمق المتبلورين دول شوية وقلل نسبة اللي سود في الأجزاء اللي ورا فينم سنة كلها أراء تنفيذية نسبية عندي مشكلة معاه شوية يعني إنه مزعج وعليه نفس الملاحظات التنفيذية اللي كانت موجودة على اللي فاته محتاج شغل كتير على الدمج والريتاتش لكن لازال محتفظ بحركة وديناميكية قوية جدا وعارف أجد إنه هو قد يكون بيحكي قصة متصلة يعني هنا الكاميرا في بقء كارنيج هنا طلعت من بقه هنا طلعت من بقه ولفت وجابت فينام وكارنيج من السايد فيو التكوين نفسه معمول قبل كده في المجلات ولكن من بعده حطيت إيدي على قلبي كل يوم كنت تبقى بقى خايف يعملوا فكرة الوش النصين ده ونرجع تاني لنمطية الجزء الأول والتكوينات المكررة وقد كان رجعنا تاني لحكاية نص أنا نص إنت دي تقولي أيهما عشان يبين إن فيه فينام وفيه كارنيج أخشى ما أخشان على وجهة السينما أساسا محدش هياخد باله إن فيه نص وحش يمين ونص وحش شمال اللي اتنين شبه بعض وأخشى ما أخشى برضه إن الناس تلغبط فيه مع الأفيش القديم لإن اللي اتنين تقريبا شبه بعض كمان ما فيش مجال إن الواحد يتكلم عليه لإن الكادر دايق جدا على الوشوش ملحومين في بعضه خلاص بعد كده بينزل الأفيش المجمع دا ولما بتقارنه بالمجمع الأولاني لا دا يكسب صراحة دا يكسب لإنه كاسر إلى حد ما الاسطنبل مارفلية أو السوبر هيروية اللي كلمتك عنها برضه في أفيش فيلم شانجي تشيه كمان موظف حرف الفي بشكل أحسن ووضح من حرف الفي في الأولاني طبعا سرقينها من نينة فقا فيش مسلسل في يوم وليلة ما فهومة طبعا بقى إيمن هم بيسروا من نينة اختيار الألوان جيد جدا فيه كنترست وتضاد واضح بين الفيلان والأنتي هيرو كارنج وفينم لكن شبه معدوم بين إيدي بروك اللي هو توم هاردي وكاسيدي اللي هو ودي هارلسون بالتسريحة العجيبة اللي تقريبا ما شفتش حد غيره بيقول عليها شكلها ساخيف جدا اختيار صورته كمان تحسه عشوائي ومش في محله الموضوع كان محتاج صورة كده زي صورة شريك يعني تحسها السيمي بروفايل كمان كان لازم يبقى أكبر من كده لأنه هالفيلان كمان فيه مشكلة في تناسق الألوان بين الصور غير كده الخلفية سواء الزرقة اللي ورا الفي أو الخلفية اللي جوه الفي فيهم شوية كسل مجرد ضباب زي الجزء الأول مش فاهم إيه الخلفية دي كان يبقى أفضل لو تم تدعيم عروق السيمبيوت فيها بشكل يعني يعني يعمل فريم ويعمل عالم وكمان تكون متوجهة لنص الأفيش فتعمل زي أسهم ضمنية تزود التركيز لازال فرض عين في الأفيشات ان يبقى فيه صورة كبرى الجولدن جيت هنقول ايه؟ سيتي براندنج يا سيدياريت نعمل زيوه المشهد اللي تحت حماسي جدا بس شخصيا كنت هفضل المشهد ده من الأفيش الأول يعني يبقى فيه مشهد لتلاحم وقتال كارنيج وفنم مطلوب جدا هنا بينما فيهش الجزء الأول كان ممكن يتشال عادي ولا ليه أي لازم الأفيشات الفردية اللي اسطنبا المعمولة لا بأس بيها كويس إن الألوان مختلفة بحيث يبقى لكل أفيش شخصية وهوية لكن كلهم متفقين في الخطوط العريضة لكن للأسف اللي اسطنبا دي ما زبطتش خالص في أهم أفيشين وهما فينم وكارنيج الخطوط الزرق أو الحمرة المعالجة بتاعت خط انفصالها عن رؤوس توم هاردي وودي هارلسون وحش جدا تحس إنك ملبسهم بافيتة بينما زبطت شوية في الأفيشين التانين وحركة إن يبقى فيه سلويت أو خيال للشخصية تحت هي حركة فان أرت جدا مش حركة رسمية بس أوكي طالما تعملت كان هيبقى أفضل لو بقى سلويت أو خيال مش مجرد لون مصمة تسود لكن في بعض الملامح والهايلايتس على الجناب على الأقل عشان أشوف إيه الكتلة دي زي الفرق بين الصورتين دول كده كمان فيه مشكلة في تناسق الألوان بين الصور أنا عارف إنه حلقة قصيرة بس فعلا الأفيشات معالهاش كلام كتير ما أعتقدش عندي حاجة تانية عايزة أقولها وطبعا الإستنبه بتاعت كل مرة إن لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك ولو حاسس أنت تحب تسمعني وتشوفني تاني تعمل سبسكراب على اليوتيوب وصيه فرست على الفيسبوك ولو إنت بمحبين الإنستجرام تعملي فلع على الإنستجرام وبس كده شكرا جزيلا موسيقى موسيقى موسيقى